أهلو تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أبو العباس حياة كل شوانك شيخ وليد والله بخير حل أتمنى إن شاء الله بهاي مداخلتي شوية أريدك تهدئ من أعصابك إن شاء الله هادي بيزن الله هادي ده أنا بقيت مهدي أعودي شيخ وليد أن المهدي والبيع للمهدي عند عقيدة أهل الشيعة هي وأنا سأذبحها على قبلة إنها عقيدة باطلة هذا شيء مكذوب هذا شيء إحنا مخدوعين بيه اتفقنا نعم اتفقنا جزاك الله خيرا الآن أنتقل إلى عقيدة أهل السنة في صحيح مسلم من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهليات هذا الحديث يشملك لو ما يشملك شيخ وليد خلاص يعني جاوبك على الحديث خلاص جميل أوه هنا الحديث ماشي 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 والله راح أجاوبك عزيزي راح أجاوبك الآن هو يشملك لو ما يشملك لا حول ولا أنت لازم في خصلة شعية أنت بش أنت سألت السؤال ما دخلين أنا أجاوب بقى من فضلك ثانيتين هل كل ما في صحيح مسلم وصحيح البخاري ملزم لك لا حول ولا أنت دياتي بتسأل عن كل ما في صحيح مسلم والبخاري صحيح ولا بتسأل عن الحديث تفضل أسأل عن هذا الحديث هل أنت ملزم به أم لا يا عم طبعا خلينا نفهمولك يا عم خلينا نفهمولك يا عم تفضل تفضل الأخي العزيز تمام تمام أولا من مات وليس فيه عنقه بيع معناها مات وليس فيه عنقه بيع للإمام ماشي كده إحنا متفقين نعم تمام لما نروح حضرتك نحط صفة الإمام تمام هنجيب أي أن كان ونحط عليه صفة الإمام يبقى عندك إمامتين الإمام العامة ألا وهي خلافة المسلمين وهذه غير متوفرة صح ولا أنا غلطان عندكم غير متوفرة عندنا متوفرة متوفرة في مين عندكم لكمل كلامك وبعدين لا والله ألا متوفرة في مين عندكم متوفرة حسب حديث الثقلين إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله لا إبن نتكلم دلوقتي إبن نتكلم دلوقتي ما يقولني شوية أعجول للثقلين لا 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 يا عم دلوقتي دلوقتي أنا بكلمك في وإحنا عاديين دلوقتي في الديئة اللي إحنا فيها دلوقتي متوفرة في مين أجاوبك بس مو تنسى تجاوبني على سؤالك يا عم خلاص لا عشان ما انساش عشان ما تقولش إن أنا هرط ماشي ما فيش مشكلة يبقى عندك في حاجة عندك في حاجة اسمها الإمامة العامة وهي إمامة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إمامة المسلمين ألا وهي الإمامة العامة من مات وليس في عنقه بايع أي لإمام المسلمين مات ميتة الجاهلية طب لو سألنا في إمام للمسلمين خليفة للمسلمين الآن لا طيب في رؤساء دول في رؤساء دول في رؤساء منهم الصالح ومنهم الطالح تمام أنا ببايع الصالح وما أبايع الطالح ودحق إلي وكفله للشرع طيب أنا بيعت الإنسان اللي قدامي دوت عشان الأمن والأمان بيعته يا عم هل كفل الشرع الموضوع ده آه كفل الشرع الموضوع ده إزاي يا وليدي يا اسماعيل لما الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاء بايع معاوية لما الحسين بايع معاوية تمام يبقى أنا كده خلاص من الحديث اللي عندنا إجابة مفيدة ولا عندك اعتراض عليها فضل الآن أنت في عنقك بايع للسيدة عبد الفتاح السيسي يا عم انت في عنقك بايع نعم يا عبد الفتاح السيسي يا عبد الفتاح السيسي أنا ببايعك يا عم يا سيادة الرئيس ببايعك انت يعني بساً بتحاول تغرقني هو سمحت الامر يا عبد يالله يجيكو سيلك حالا أحلي أنا نحن الشيعة نعتقد هناك إمام ابن الحسن العسكري اسمه محمد ابن الحسن العسكري نحن بايعنا سواء رأيناه أو لم نره يا محمد ادنا الحسن نحن بايعناك على السمع والطاعة سمعتنا أو لم تسمع حلوة وو انت بتقول بايعناك على السمع والطاعة أنا السيسي دلوقتي قدامي واحد بشوفه كل يوم ما قبلتهوش لكن شايفينه في التلفزيون شايفين كل حاجة ليه أمر وليه ناهي وليه كل حاجة انسان بني آدم طبيعي بيتكلم زينا زيه بيعمل أفعال زينا زيه أخطأ أخطأ بقى أصاب أصاب دي قصة تانية خالص تمام انت الآن بتقول نحن بيعناك يا حاسي يا المهدي على السمع والطاعة انت كذاب انت كذاب نعم قل لي ليه كذاب نعم لأنه لا سمع له ولا طاعة ازاي تسمع وتطيع أساسا واحد انت مش شايفه انت بتكذب علينا جيد حلهالي بقى كيف تسمع وتطيع من لا يتكلم ولا يرى فضل حلهالي احسنت احسنت اذا انت كيف تطيع محمد بن عبد الله النبي وأنت لم تره ولم تسمعه ولم تره كيف تطيع محمد لا 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 الله الله عليه وعلا اسمعني بقى كيف تطيعه اسمعني بس اولا انت ما استطعت انت تجاوب السؤال جدتها فانتقلت الى سؤال يعني جاوبت السؤال بسؤال وإجابة السؤال بسؤال ديت مش إجابة كالمفروض أن أنت تحليلي الأول الإشكالية بتاعتك كيف تسمع وتطيع من ليس له اسمعني بس من ليس له كلام ولا يورى المفروض تحله أنا بقى حليلك الناحية التانية أول أجمع كل المسلمون على أنه كان هناك نبي واسمه محمد بأبيه وأمه محمد رسول الله تمام الناس اللي كانت على زمنه شفته سمعا وطاع الناس اللي كانت على زمنه قالوا أن يا جماعة في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم رسول نبي صلى الله عليه وسلم فانتقلت الأجيال وقالتنا أن فيك نبي النبي ده ساب لنا ساب لنا القرآن وساب لنا السنة فالطاعة هنا ليس الطاعة للنبي كحي الطاعة ليست للنبي كحي فالنبي صلى الله عليه وسلم وخدها مني صريحة النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بإمامك شخص ليس بإمامك شخص الآن نراه ويرانا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا تراثا ألا وهو القرآن والسنة ألا وهو القرآن والسنة فالآن نحن نتكلم عن إمامة الشخص الذي يطاع فشخص يرى ويسمع شخص يرى ويسمع فلما تديني مثال تديني مثال على شخص يرى ويسمع وليس النبي صلى الله عليه وسلم تفضل بقى جوابني بقى على سؤالي كيف تسمع وتطيع من لم يرى وليسمع تفضل هذه السنة التي وصلت لك عن طريق الأجيال ألم تخبرك أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن المهدي من ولدي ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذاك اليوم حتى يخرج المهدي والمهدي من ولد الحسين والمهدي اسمه اسمي لم ترد لك هذه الأخبار أجاوبك إيه جاوب تفضل أولا لازم تعترف أن أنت ما جاوبت على السؤال بتاعي ألا وهو كيف تسمع وتطيع من لا يرى ولا يسمع دي النقطة الأولين أجاوبك بقى على كلامك أولا أنا ما اختلفت معك أنه لو لم يبقى من الأرض إلا يوم اللي وظهر الإمام تمام أنا ما اختلفت معك في كلمة ما اختلفت معك أن فيه إمام حييجي اسمه مهدي ما اختلفت عبد صالح حييجي اسمه مهدي ما اختلفت معك يبقى ما الأساسا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في زمن من الأزمنة إمام وما العراق دلوقتي من مات ولم يعرف إمام زمانه الزمان بتاعنا دلوقتي الدقيقة اللي احنا فيها من إمامنا الوقت ده من القائد من القائد من الذي نتابعه في الوقت ده في الزمن ده في الدقيقة دي ولياش يا أبو العباس فضل شيخ وليد يعني احنا باختصار أنا راح أنهي الكلام باختصار حتى ما تنفعل أكثر اي اي لا لا يعني أنا حقيقة أنا أحبك وأحترمك وأنا كل ما أجيك من طريق تطلع لي بطريق أجيك بآية تهفني بعشر آيات يا شيخ وليد احنا الشيعة والله ما أدوش أقل لك يعني احنا يا شيخ وليد مؤمنين بهذا الحديث احناه أكو إمام مهدي غائب ونحن سمطيعون له السوين لا أسمعه لا يسمعني لا يشوفه لا يشوفني شونا بايعة كلامك كله صحيح ولكن هو موجود هو موجود لأنه أكو أدل عقلية ونقلية عندما يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لكل قوم هاد الآن من هو الهاد في زماننا من هو الهاد الهادي من هو خلاص من هو أنا أقولك أنا أقولك السؤال أنا هجاوبك والله رح جاوبك بس سيبني فرصة جاوبك سيبني فرصة جاوبك صح طيب الآن أنت تكذب القرآن الكريم قول لي ليش من غير بب عشان الله لا والله تكذب القرآن الكريم عشان الله أنا كافر إذا كذبت قرآن الله المستعان وأنا هسمحك وحعلمك يا أبو العباس من باب التعليم منك إخوة مش من باب التعالي ولا التكبر ولا عزو بالله ولكل قوم هات هل الهادي هل الهادي لابد أن يكون له أمر ونهي حتى نتبع هذا الأمر والنهي أم لا هل أنت تقر بوجود الهادي وبعدين أجاوه لا 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 سواني بس أنا أقر بالآية وأقر بوجود الهادي بس اسمعني بس اسمعني اسمعني أنت انتقلت del hakea أنت انتقلت del hakea برضو بتجاوب على السؤال بسؤال الآن على مفهومك إنت أنا بكنلمك على مفهومك إنت أنا بكنلمك على مفهومك إنت إذن الأ発 shepherd والهادي لابد أن يتكلم حتى نتبع كلامه أو حتى نتبع أفعاله هل هناك الآن هادي نتبع كلامه أو نتبع أفعاله فضل الجو لو بحثنا في السيرة وفي السنن وسنة النبي والأحاديث الصحيحة ودققنا ووحصنا تمحصا دقيق لتوصلنا إلى الهادي لا 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 ده مش إجابة دي دي اسمها مروغة لأن الآية اللي أنت بتتكلم عنها بمفهومك تقول أن لابد للأمة من رجل هادي الآن حسب فهمك حسب فهمك فالهادي لابد أن يهدي بمعنى يتكلم يفعل حتى نتبع كلامه فنهتدي صح يبقى أنت كده بمفهومك ده كذبت الآية بمفهومك ده كذبت الآية لأنه ما فيش من 1300 هادي ما فيش ما فيش راجل هادي وعندك بالمعنى بتاعتكم ما فيش من 1300 سنة راجل هادي وعدكم عندنا بقى آي 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 وعندنا تعال بقى إنما من هو الهادي أنت منذر من هو الهادي هجاوبك والله جاوبك بس أجيب لك الآية أجيب لك الآية عشان نشوف الآية دي ايه بالزبط تفضل تفتح بس بس تفضل بص يا أخوان الله عز وجل يقول وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ هناك كلام على من ها يا أبو العباس الكلام على من الله أكبر فالرد من الله قال إيه إنما أنت منذر يعني ما محمد أنت منذر فقط أنت منذر ولكل قوم هاد أي لكل أمة هاد يعني إما أن يكون رسول إما أن يكون نبي لكن مش لكل قوم يعني كل فئة يعني مش لكل طائفة صح ولا أنا هلطان وإلا سؤال تمام نسأل سؤال نقول بنص الآية حسب مفهوم الشيعة ولكل قوم من هاد طم أمريكا قوم أين الهاد بتاحهم طم الصين قوم أين الهاد بتاحهم ها بانكيمون بانكيمون هو الهاد لا بانكيمون شكرا لك أبو العباس أظنه وضحت الحمد لله شكرا لك يا معان الله مع السلامة مع السلامة بانكيمون هو الهوال بانكيمون حددا